السلام عليكم أحبائي مرحبا بكم في هذا المقطع التربوي الجديد الذي يتعلق بدرس جديد وبمكون آخر الذي هو مكون التراكيد جزم المضارع الصحيح والجملة الشرطية 1 صفحة 34 كتاب منار لغة العربية للسنة السادسة من التعليم الإبتدائي نبدأ على بركة الله بأول سؤال والمطلوم منه في ألاحظ وأكتشف أقرأ الجمل الآتية وأكمل ملء الجدولي وفق النموذج المقدم أولا عندنا واحد الجدول فيه ثلاث جمل معنا ثلاثة الخنات اللي فيهم أدت الجزم دلالتها والفعلو المجزوم إذن نبدأ على بركة الله بقراءة الجملة الأولى لم يحصل على المراتب الأولى إلا الرياضي المتمرس لم يحصل على المراتب الأولى إلا أداة استثناء الرياضي المتمرس إذن قالوا أن أداة الجزم هي لم دلالتها النفي الفعل المجزوم يحصل عفوا إذن إحنا أدوات الجزم كنا درسناها في المستوى الرابع ابتدائي ودرسناها السنة الماضية السنة الخامسة ابتدائي وهذه السنة إن شاء الله ندرسها مع الجملة الشرطية إذن لم يحصل إذن هذه هي أداة النفي أو أداة الجزم دلالتها هي النفي والفعل المجزوم يكون ساكنا أما إذا كان في آخر حرف علة فيحذف حرف العلة نعم لا تتردد في المشاركة وإحنا يعنينا نيا الفعل الصحيح لا تتردد في المشاركة في إحدى المسابقات الأولمبيتي لتبذل كل منكم أقصى جهوده للفوز بالسباقي ليبذل كل منكم أقصى جهوده للفوز بالسباقي إذن بالنسبة للجملة الثانية أداة الجزم عن ناهية لا لا كنت نسميها لا الناهية كنت نسميها الناهية لأننا تنهانا الناهية لا تفعل لا تقترب إذن الفعل المجزوم تتردد نعم ثم الفعل الثالث أداد الجزم عن ناهية حرف اللام وهذا اللام كتسمى لام الأمر لام الأمر نعم الفعل المجزوم يبذل طفقنا إذن هذا بالنسبة للجدولينا السؤال الأول لتحت الجدول أعين نوع الأفعال المكتوبة باللون الأخضر وأحدد زمانها مطلوب مني سؤالين هنا نحدد نوع ديال الفعل ثم أحدد زمانها يحصل تتردد يبذل إذن هنا بالنسبة للنوع ديال هذه الأفعال يحصل أصله حصلة فعله الأصلي حصلة تتردد أصله ردة يبذل أصله بذلة إذن هذه الأفعال هذه كلها أفعال صحيحة أفعال صحيحة أفعال صحيحة وهذا العنوان ديالدرس ديالنغس الأفعال تكون صحيحة وليس محتلة ثم أحدد زمانها إذا زوننا هذه الأدوات ديال الجزم أشغل يبقى أنه يحصل تتردد يبذل إذن الأفعال الثلاثة تبدأ بحروف المضارعة وتنتهي بضمة إذن الزمن ديالها هو المضارع إذن هنا سنكتب أفعال صحيحة تفقنا وأيضا الزمن ديالها المضارع نعم ثم أحدد الأدوات التي سبقت هذه الأفعال ودلالتها مطلوب مني أنني أحدد الأدوات لسبقة هذه الأفعال إذن الأدوات هي لم لا ولام الأمر إذن الدلالة ديها أو على ماذا تدل لم تدل على النفي لا تدل على النهي ولم تدل على الأمر إذن لم النفي نعم ثم لا النهي ثم لا الأمر ثم أذكر حركة إعراب الأفعال بعد دخول هذه الأدوات عليها إذن من لي دخلت هذه الأدوات على هذه الأفعال لأنها الحركة الإعرابية هي الجزم أصبحت مش زومة عند السكن من يكي يكون الجزم كنقول له السكن إذن من يكي يكون عندنا مثلا الفعل عنده الفتحة كنقول له هذا منصوب طفقنا من يكي يكون ضم مرفوع إذا قلنا عنده الكسرة كنقول مجرور وإلا كان عنده السكن كنقوله مش زوم إذن أقرأ الجمع الآتية وأكمل ملء الجدولي وفق النموذج المقدم لاحظ عود نفس الجدول في الأعلى فقط هنا يغن دخلوا آدات أو الفعل الشرط وجواب الشرط نعم لحظوا الجملة الأولى باش نفهموه إن تتدرب باستمراري تشارك في الألعاب الأولمبية هناش كيقول له مثلا واحد مدرب كيدرب مثلا واحد البطل دينا كيقول له إن تتدرب باستمرار إلا تدربت باستمرار تشارك في الألعاب الأولمبية ستشارك في الألعاب الأولمبية الإنسان اللي كيدر واحد المجهود مثلا إن مثلا تنجز واجباتك تنجح في آخر السنة إن تنجز واجباتك تنجح في آخر السنة إلا درت التمارين ديالك وقريت المزيع رغا تنجح في آخر السنة إذن كنديروا واحد الفعل ديال الشرط وكنديروا الجواب دياله إذن لحظة أدات الشرط هي إن فعل الشرط تتدرب وجواب الشرط تشارك بالنسبة للجملة الثانية مهما أتحدث عن المسابقات الأولمبية أتذكر نوالا المتوكل إذن أدات الشرط هنا كانت عنها مهما مهما نعم فعل الشرط أتحدث نعم ثم الجواب ديال الشرط أتذكر ثم ننتقل لي السؤال الثالث أو الجملة الثالثة متى تحصل على المرتبة الأولى تكتشف إمكانياتك البدنية إذن هنا أدات الشرط هي متى فعل الشرط هي تحصل ثم جواب الشرط هي تكتشف الآن أعين نوع الأفعال مكتوبة باللون الأخضر في كل جملة وأحدد عددها وزمانها هنا يقين ثلاثة الأسئلة ما شغل سؤال واحد إذن أولا أعين نوع الأفعال مكتوبة باللون الأخضر إذن عندنا استدي الأفعال تدرب درب أتحدث تحدث تحصل حصل تشارك شارك أتذكر ذكر تكتشف اكتشف إذن هذه كلها جميع أو هذه الأفعال أفعال صحيحة نعم الآن أحدد زمانها الزمان ديالها كاملة هي في زمان المضارع وعددها ستة إذن هذه الأفعال نعم نفس الشيء لدينا أفعال صحيحة أفعال صحيحة نعم الزمان ديالها اللي هو المضارع نعم أحدد الأدوات التي سبقت الفعل الأول وأذكر حركة إعراب الفعل الأول والثاني إذن الأدوات اللي سبقت هنا يا عنا هي عنا إن نعم عنا إن وعنا مهما وعنا متى نعم الحركة دياله هي الجزم الحركة هي الجزم يعني الأفعال جميعها مجزومة لأنها مسبوقة بأدوات الجزم نعم أذكر تسمية الأدات وتسمية الفعل الأول وتسمية الفعل الثاني إذن بالنسبة لتسمية الأدات هذه نسميها أدوات الشرط أدوات أدوات الشرط الفعل الأول نسميه فعل الشرط نسميه فعل الشرط وتسميت الفعل الثانية كنتميها جواب الشرط جواب الشرط الآن ننتقل لأستنتيج أن يزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات الجزم وهي نوعان أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا منها لم لا الناهية ولام الأمر نعم ثم أدوات تجزم فعلين مضارعين يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط ومنها إن من متى أين مهما أينما وغيرها إذن هنا أتبق أولا أحدد أداة الجزم الفعل المضارع المزون فيما يأتي هما مطلوب مني نحدد فقط أو مطلوب مني نحدد أداة الجزم والفعل المضارع المزون إذن الأداة هي لا وتؤجل هو الفعل المضارع المزون إذن هذا الفعل وهذه الأداة تفقنا ثم أدخل أداة جزم وأغير ما يلزم تغييره هنا تعرف معالم القاهرة قبل زيارتها وهنا أربط بين الجملتين باستعمال إن الشرطية تصاحب سكان القاهرة تعجبك أخلاق أهلها إذن هنا سأعطيكم في الدكتور الجواب إذن هنا بالنسبة للجملة الأولى لتعرف هاتغير دين نظفنا السكن لأنها أصبح مجزوما وليس مرفوعا لتعرف معالم القاهرة قبل زيارتها بالنسبة للسؤال الثاني أو السؤال الثالث إن تصاحب سكان القاهرة تعجبك أخلاق أهلها تفقنا؟ إذن أحبائي هذا كان كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم أشكركم على حسن المتابعة وألقاكم إن شاء الله في الدرس المقبل الذي يتعلق بمكون الشكل والتطبيقات الكتابية طلبوا القيام برحلة مدرسية الصفحة 36 من كتاب منار لغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي شكر لكم على حسن المتابعة نستودعكم الله وأقول لكم إلى اللقاء